دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف وقال مصدر عسكري إن طيران التحالف شن أربع غارات استادفت مواقع للحوثيين جنوب منطقة المهاشمة وأسرت عن تدمير عربتين ومدفعين كما استادف بغارتين أخريتين دبابة للميليشيا في جبهة إحام ورشاشا غرب جبهة المصلوب وسقوط قتلى وجرح من عناصرها وقالت المصادر إن الميليشيا تتعرض لخسائر فادحة ويدفع بعناصره للانتحار بشكل يومي